موسيقى موسيقى الزراع قبل بساتين ماء هواية خير من الله ماء وكمياوية مطمئة دعم كل شيء دعم الفلاح ماكو ماء ماكو مين يجيب الماء؟ الديالة جفت الديالة جفت على بيارة مين يزرعون؟ هو ماء ماكو ماء هواية قبل زرعة قوية المواطن كل شيء الفلاح يزرع وينطي شابعان قال ماء كيمياوي مايحصن ماء كيمياوي مايطلع ماء كيمياوي مايطلع الماء بيت نجات والاخيارات وطماطاط كيمياوي بيشتان طنن مليونين كيمياوي ونويلون وزرع وعمال ماذا يحصل؟ ومايماكو وقاز الزرع مايماكو ماذا يزرع؟ عفنا مايماكو ماتت ماء ماكو ميجيب من يمطي ماء ماء ديالة واسيان الساعدة بالمطار المطار كارابا ماكو وقاس قليل شغلك بشار ثلاث مرات أربع مرات شغلك ينطيك قبل هاي تانكي تانكي ميسد زيان تروح ترجع النوب ترجع الماء السياح السياح ماكو ماء ماكو هو مين يجيب الماء الفلاحة تجع على غير شي تجع على تاكسي تجع على عماله يعني عاف الزراعة كلها كلها طماطة عراقية بطيلة عراقية بصال عراقي الفلفل عراقي قرنابيت عراقي خس عراقي لهان عراقية ماجلة عراقية شلغام جزار مواعدنا رمان مستورد لالينكي مستورد فرولة موز هذا الناناس كلها مستورد فرولة عراقية مشهورة بلبرتغال حسوا بعض البساتين اطراف دياله اللي حقوا لهم بالمي دياله والملاحق ماتت الفوق ماتت شي سوي هم يجرفون بهني وبيعون قطع شي سوي المنت طبعا يقل المنتوج هنا كان ألف بستان الآن سبقنا خمس بساتين ما صحيح؟ هنا كان هنا ألف بستان أو ميتين بستان حسا قل بيها خلي بالزايد أربعين خمسين بستان بيها برتغال هاي البساتين صاروا ما لا يقل عن ربع يعني صاروا مو أقل من ميتين وخمسين سنة هاي البساتين مالبوهرز عرفتش تقول له لا كانت البساتين معايشة آلاف العوائل يعني مني تقول معايشة آلاف العوائل إذا بستان دونام اللي كان عايش بيعيش سعيده لا يفكر بموظيفة ولا يفكر بروحة شرطة ولا جندي ولا أبدا اللي عنده دونام يعني هذا ملاج عرفتش تقول بس ما حصل بهاي السنين الأخيرة وخاصة من التسعين ولي جاي بدت البساتين تنهار والإنهيار اللي حصل حصل بعد ألفين وثلاثة عرفتش تقول له لا يعني أنا أتعجب على السيد مدير زراعة ديالة من يطلع يقول النخل الضرر خمسة بالمية في ديالة في حين أنه النخل بديالة الضرر مو أقل من سبعين بالمية عرفتش تقول يعني أنا سائل بستان مو أنه كان بيها مية وعشرين راس نخل حسة الآن ما بقت بيها سوى عشرين نخلة عرفتش تقول له لا وهذا النخل اللي تشوفه هذا الجديد هذا كله بعد الألفين وثلاثة هذا أنا زارها وراء القصف هذا النخل الضغار دهجة لأنه أنا بالنسبة لي ما عفتها للبستان سوى سنتيا ما خلونا نطوب وجيت لقيتها طبعا كلها ميتة ومنتهية ورديت هذا البيش كلها زرع جديد والنخل أيضا زرع جديد عرفتش تقول المشكلة الأساسية إحنا معاناتنا المي ومعاناتنا عدم وجود مكافحة عرفتش تقول ولهذا السبب لما أيست الناس من البساتين ومقامة التعيش ومقامة الصرف أصلا فالناس تنتلق عقول تجارية فاش قام يسوي قام يبيع البستان ويسويها بيوت يجرف البساتين يسويها بيوت ولهذا السبب سنت اللي تشوف الحال اللي يوصح انت مطلع تمكن بهذا الشارع اطلع بهذا الشارع او شوف جانبين الشارع الشيش يكو ماكو بساتين يعني يا أصلا بساتين ان عجبت بالأولاية عرفتش نون وين تروح يعني انت يما تروح تشتكي غير يكون أكو من يسمع ندائك من يسمع صوتك من يسمع مطاليبك يجي مثلا المسؤول يقول لك يا ابا انت اللي تريده شنو تمام له لا زين إذا يا كلها ما موجودة الناس يعني ش يسوي هاتس مثلا أنا ش يسوي هذا ورأى دخل الأمر الواقع ومثل من قال والله المستعان على ما تصبح احجيت لك بالشعر حسين أمين كان شاعر قال ديالا نهرك العذب عليه رفرف الحب وطاب الزهر والعشب على حافاته الخضر أزاهير وأثمار وروضات وأنهار وفي الضفتين سمار تناجي مطلع البدري على شطي خريسانا رأينا الحسن ألوانا فكم من منظر كان جلاء الهم عن صدره شعب اللي يحول الأنهر إلى مكبات الأنقاض والمستنقعات هذا لا تترجى مننا خير على الإطلاق أو ما تفيد بأي فضائية ولا إصلاح ولا أبدا ولا أبدا لا ما ترجع مستحيل وأنا من أقول لك مستحيل يعني مو دا أتحدى الله سبحانه وتعالى بالعكس أم الشرطة رات بأسها مليونيا يا بستان يلا شو تقول لي يا بستان اللي هي تفيد شرطة رات ما مليونيا مليون ونص أول ما يتعين يعني 12 مليون دينار بالسنة إحنا هاي البساتين كلها هاي البستان شوفها شكوع شطولة شعرضها كلها مئة ألف ما بيها ولي خلاق التماء والأرض ما بيها وارد مئة ألف دينار زين؟ وأنت انتهى اللي يشوفها هذا النخل تصعد تكريب بثلاثة قصاص بثلاثة تلقيح بثلاثة وطوش وودي وعربانة وروح وتعالوا هذا وتالي وقت ينباع التمر بربع له بثلاثمية ما ليش عم ثلاثمية نخلة الزملة خمسة آلاف وهي تصرف عليها عشرة آلاف دينار اثناش ألف دينار النخلة هذا الحال اللي احنا دينار يشوف يا فايدا يا فايدا يا فايدا هيا يا فايدا لاك فيش وقت ما تريد تشتغل رمان تحتاج الرمان كيف تريد منه تبيع؟ من يأخذه؟ يجبوا الكهة الكبرهم سلفة وحدة وحدة يأخذونه ونحن هنه نودي يعني؟ هو يقع رمان يفتحون السوق هو يقع رمان يفتحون الحدود وظل علينا اللون بيعه بربع 200 دينار لا يسد المصاريف لا يسد الكيميائي لا يسد التعب العامل لا يسد المياهات صارت شمسة نموية ماكو تحفرها بار ماكو فايدة لا تشتغل على البير مثل مامين النهران هذا يعني هذا أكثرية العالم عافت بساتينها والله نحن ها يعني قلبنا ما ينطي نعوفها وراثناها من نهبانة ما نقدر نعوفها مثل ما غيرنا عنده وظيفة وعنده قافل بساتين وهذا المجاو نحن ما نقدر نعوفها هذا اللي يسير يطلع مصرفك شي؟ والله صارت شمسة يعني سد بسد زين؟ سد بسد صار بس أنا أقول لك نحن نضال أتشربق بيهناني مثل عدنا عمامنا هنا نسوي رمان نسوي عصير نسوي دبس رمان هيتش هذن نشوي مستفادين بيهن ممشينا ولا غيرنا لا ماكو ما عافي عافي البساتين مزيين هذه النخلة تصرف عليها عشرة الالاف دينار لما يجيك يجيك البقالي عاملك بربع بمئتين بربع مئة تعب يعني ضيم والله العظيم ضيم كانت أفلاحي يعني ما أقول لديهم عش به السنة كاملة من السنة السنة عش به ما أقول عندك خمس دوانة ما مستفاد منهن خمس دوانة عندك ما مستفاد منهن النخلة اليوم النخلة عالية يعني عنده خوال عندهم مئتين نخلة خستاوي والله ظل العام ظل سنة بعو عالف ما هي ميسد لعامل لا تلقيع لا تكريب ميسد ما هي ميسد كامل ميسد 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 كان ذيتش الفترة كلها من السبعين لحد الفين وثلاثة الأمور كله زينة وعني مندبرنا وعايشين به منسقط النظام وقام يجي المستورد والميقل والدولة شالت ديها من عندنا متنطينا لا كيمياوي لا مكافحة لا دعم قل الوارد ماله فدنوب وبهاي السنين الأخيرة مال العطش اندمر دمار يعني انتهى نص انتهى هسا البستان مالتي يعني النص هو خمس دواني مظلت دونمين تقريبا بعدلات والباقي كلها مات من أثر العطش كيمياوي ما كيمياوي كلها نشتريه سقسة وداء قمنا من الأسواق المحلية غالي وقمنا منذب لهواية ومو مثل قبل قبل الدولة تدعمنا وتنطينا وهسا لا والله منصار هذا الشغل وقام هذا المستورد يجي يعني انتهت شغلة الفلاحة فد مرة المستورد مؤثر علينا احنا نبيع كيلو الرمان بسبعمائة وخمسين وبخمسمائة قبل قام هسا بربع دينار ما حد ياخذه بثلاثمائة وخمسين وباربعمائة بسبب المستورد المستورد يجي يرغبونا ويعوفونا ملاتنا الفلاحة من سبب المياه وكثرة الناس فبعنا البستان مالتنا الفلاحة بعد ما بيها فايدة فبعنا البستان مالتنا قطع سوانها قطع وبعناها للناس من الناس اللي جو تهجروا من الخانقين وغير بالخانات يعني ناس فبعنا البستان إلهم على العالم من سافة المياه ماكو وبالقوة وبجيز نفع عافة الفلاحة يعني اللي تعيين تعيين وعنده شهادة تعيين على شهادة مالتا والتصال شرطي والتصال جندي تعيين على الرواتب لان الفلاحة ما بيها فايدة يعني قبل قلنا نقول يذب النا الوارد تقريبا مليونة اثنى ملايين تكتر ايش بيها دي هسا التبستان كله ما تبع به من عنده ميتين ايش ميتين اوين والمليون اوين او اره ملايين اوين فالميتين ما كنت مجسوا يعني ما به لا كيمياوي لا ديمين دمين كلهم مشترة يعني فالعالم عافت بساتينها وراحت عالوظيفة وعالإصال شرطي والإصال جندي نعاني من المي وما عندنا مي كلها على البيار وقبل نهرنا 400 دونم هسا نهرنا 400 دونم يلا جارعين 30 دونم من 400 دونم يلا جارعين 30 دونم لان ما عندنا مي ماكو مي ماكو مقمم هاي البساتين قوة مدبرين ميها قوة قوة مدبرين ميها حتى ورمابي啊 لان ما كو ما عندنا مي ماكو لا شحة المي فدناه وما عندنا مي ووريد هذا هسا 30 دونم ما ننطيها عني كيمياوي ناقذ هذا ناقذ السوق ثودا زين ما اننا حصبة بها كيمياوي لوا تطلع جازي للبير لوا ما ننطي كيمياوي زين بير حنى صار له من التسعينات طالعينة إلا تطلع لجازة وحطينا عليه مي يشرب وحطينا عليه ندخلين بيماطور ومي يشرب حتى يشرب بيه المعانات المي فدنا وفدنا ما عندنا مثل ما قلت لك نهارنا أربع مئة دونان أبو جمالي يلا تلاثين دونان مزارعينها حتى هذه الحفضيات انتهت وانقرضت عندنا رمان قبل بالتسعينات أنا بفجأة ودي العلوة تلاثين بيكا من الرمان ما وديلي سيارتين ما ودي كلها انقرض الحصل كلها راح من العطيش وغلت الخدمات كمياوي يدعمون الفلاح كلها سوق سوداء لا يجاو لا يجاو كل ديالة كل ديالة يستردون أحسن يجبون استيراك أحسن من مات الفلاح يجبون المصري يجبون السوري يجبون الإيراني كل ديالة كل ديالة مات الحمضيات كلها حرامات ادعم الفلاح حتى يصير عندنا كاج وما استاركت هم لا وبقتل حاصلات بلاتنا يكومون هذا يتبيعه يطلع مصوبكم؟ ما يطلع ما يطلع المصوب لأنه دمرنا هذا دمرنا الاستيرات دمر العراق لماذا؟ قبل موقع الاستيرات قبل النظام السابق موقع الاستيرات على المحليات وعائشيين والحمد لله وكلها عائشة وكلها مستقرة كلها جيبها هاي التجار تجيب وتكوم 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 وأهم يعني يأخذوا الممالات المستورد ومات الفلاحة يخلونهم والله هو طبعا على يدعمون ليش مما ترجع قبل الطن الكميناوي نأخذه بستين ألف هسا مليون ومائتيين الأبيض قبل نأخذ الطن الكميناوي بستين ألف هسا مليون ومائتيين وهنا هناك كميناوي بكلار ممنوع لماذا نجيبها؟ بكلار بكلار بثمانمئة وهنا بشهربان بمليون ومائتيين تحمل جاي تحمل جاي شاي مي ما موجود ما متوفر وقت الحاضر على البيار والبيار جفت يعني ما اكو أي شيء البيار حتى هم جفت يعني ما متوفر مي والكيمياوي كيمياوي ما موجود دعم ماكو وحايل قبل كنا نزرع عشرين دونام ثلاثين دونام خمسين دونام هسا ما نزرع يعني خمس دوانم وتظل حاير بيهن كيمياوي بتسعمائة مليون وربع شنو جفت هسا البساتين حتى البساتين جفت ماكو يعني حتى ماتت البساتين حتى انجرفت ماكو قصيناها لان ماكو بعد مي ماي قزيها خمسين كيلو ها؟ جريم والله زراعة اللي بصراحة إذا قاع تعبانة قاع تعبانة خلاص تعبانة إلا يعني دعم إلا تذبها كيمياوي تقربها جيدا ترتبها جيدا تنعمها جيدا يالله تتنطيك انتاج والله هيتش والله ما تنطي هاي شوفها أنا هاي قبالك منتها يا تعبانة كيمياوي ماكو الله شاهد تروح لناي كلار تجيب لك كيمياويات ما تقدر السيطرات ممنوع ممنوع يا بالشيالي نحنا للزرع والله للزرع عمي مو تجارة لا انت ما يخلون لا تشيس يعني يا رب يخاف نبالق نهبات نجيب ثلاثة تشيسين ثلاثة تشيسين ثلاثة تشيسين ما يبين واذا بينا شوفوها لو يحزونك لو يأخذونهن لو ترجع وعلى المعدل هذا منذ أكلم اليوم يعني سنتين والله شاهد يعني معنا وسبحان الله كان مطر العام سنة زين نعمة أكون مطر ولقعت عمانة اودي كذاك يزرع يشوفا لحد لان السلامة الله لحد لان هذا ايش هذا الشهر الثاني قام يخلص وزرع ما مو ذاق الانتاج يعني حسد بقت الحصاد والله يمكننا قولها خمسين بالمئة ما والله قاع أجرت لقاع أهم على الحاصل أجرتها مليونين وربع خمسين دونم وطشيناها وحطنا عليها مي وقاع تعبانا بس نوبين عن صفر حطنا على جي المطار يعني شونا يلقى حيش عود هنا عود هناك بخضر كرابها صار تقريبا بالمليون دينار وواطلها مليونين وربع وعغارها مليونين وربع يعنى بالشي دخج عليها وبزرها بال اليومية و المليون و الهي عليها و كميويها بال tears و الأن بلاية نصف أخذناها يعني.. مصرفها بإثمان ملايين و اللهي نمكن مليونين باتجيب يعنى إذا صارت هذا مليونين باتجيب الله اشاهد حتى المكان الإجار ماётся ماتما ماRO طلعmannا والحمد لله وشكرا وثر الحيواني والله هم تعبانه دعم ماكو دعم لحد الآن شغلتها شد دحج عليه هيا أنها لقبالك هاي ربيع ماكو شغل تعبانه تنطيها تبن وتروح تشتري نبات من نايا الخالة شعيرات وتجريش وتنطي ولا إذا الدحج على الظروف والله تعبانه مو مثل قلقب ولا الله شأنه خير من الله ما تدير بال وين ما تروح ما شاء الله خير نعمة فضيلة بس لا والله هسا سنة سنتين لا والله يعني حتى تعبنا احنا بالحلال هسا يعني نقول لما احنا ثلاث عوائل وعدنا حوالي خمسة تكرم هواية شو وستين سبعين عاجة ينبيحن بس تعال ماكو لا راتب لا فت شي لا الزرعات وزرعات الجان الله كريم والماجن احنا وربنا والحمد لله وشكرا والله وضعه بتعبان يعني إلا تزرع لك زرعه بفرضا طن حنطة إذا ما ذب مقابيله أربع قوط ما تشيل ما تشيل من عنده ما تشيل من عنده يعني انتاج يعني تخسر تخسر القاطب أربع قوط والقاطب أربع قوط وانتذا ماكو من يتجيب يعني كل عام بيوم مساء والعام والعام ما جاء زرع والله يظلوا مطلوبين ولحد الآن هنالذول هالدواء ما دواء يطلبونهم سنتين يطلبونهم يطلبونهم فلوس مال دواء ومال كيمياوي ما عادي بسددوني من يجيب يقوله ما عندي تطلب إذا جاني حاصل أسددك ما جاني بعد انتهب يعني شغلة صعبة من تجي انت مطلوب الواحد وما تنطي الحق ماله صعبة حيث صعبة إذا أكون أب محال أبو محال الرجال هما جايبهم من الشارع هما من مشتري والتجارة والله يعني التجارتهم من ناس والله بيهم هذولة اثنين من عندهم خسروا واحد منهم أبو قيس هذا أخونا هنا جار نو سيد عس شري واحد سيد رايد يعني هنا والله بيهم يطلبون ثلاثة سنين يطلبون فلوس مال حاصل مال حنطة مال كيمياوي مال أدوية وما سددون الحدل ما سددون لا والله ما وأصلا ولا يمرون فلاح ولا يعرفون فلاح شنه ولا يعني عدنا نبات لنتجدد عقد والله هنا قوة روح نبات قوة ليش احنا بينا احنا عراقيين عقد عقد مالك ما تجدده يعني أكو بي عقد موسمي وأكو بي عقد دائمي سبع طعش وأكو بي خمسة وثلاثين والله ما ما قوه ما تروع على زراعة والله زراعة ديالة مو هنا يعني الناس همي أمي يجيهم أمر من ديالة مو من ناية تروع عليهم يا ذاكري عندي مكينة ما مشو ليها المكينة باسم ابن خال أبويا والقاع باسم ابنة وما مشوها راحت هناك كملت راحت للتخطيط ما ديالة وقالوا والله ما تمشي يا أبم وهذا اسماء الأول يعني ابنة مو تقول طرف ثاني طرف أول يقول ما تمشي المكينة ما يا أبم شلون يعني ولا ما تمشي هذا ابنة وهذا أبو متوفي وهذا قسام نظامه وهذا قسام شرعي وما مشوها يعني والله ما دي تروع يقول لك روح منين أمر يا عمي أنت بو تخطيط وإحنا نريد قازات دا حتى نستلم قازات نزقي بيهن زرعات نقرب بيهن كراب وهذا جيه السهل الموسم جيه يعني يا فلاح أنت أردى سقطك أردى أنا هيك أنت الفلاح أنا هيك وبعد ما أغير بس الله والله الوضع القاح هاي مثل ما أشوفها إحنا زرعناها وسماد ما سماد ماكو كيمياوي ما كيمياوي دعم ماكو للفلاح الفلاح حالته تعبانة هسا عاني مشتري حنطة من التجار وكيمياوي ما أخذ على الموسم والموسم تفضل على الحاصل المالي هذا يعني شون أسددان من راح أشتغل أسدد المال الحاصل أو عائلتي بيه أو أسدد القاز أو الكيمياوي والأدوية والحنطة والحنطة كل بذور كلها مشترى كلها على حساب الفلاح والفلاح هذا حالة تفضل هاي قاعدة الموجودة ها جدا معينك شوفها هذا الزراع ماالي هسا هذا الزراع هذا شوفه شوه ما يصير دعم ماكو الفلاح تعبان حيل تعبان محتاج من الأدوية من كيمياوي من آلات زراعية من قاز ما قاز الموتوجات النفطية يعني كلها هذه يحتاجها الفلاح كل شي ماكو لحد الآن كل شي ماكو السنة صار سنتين كل شي ماكو هالساعة مطلوب يعني للكيمياوي مطلوب وللحنطة مطلوب وللغاز مطلوب هاي قاعدة والله نعم اهنا نزرع لكن مقانيات محدودة مقانياتنا و دعم ماكو بالنسبة للمبيد الكيمياوي هذا صفر ماكو دعم من الدولة وارتفاع سعارة ترتفع سعارة يعني بشكل ترتفع والمي عندنا شحها المي يسع بيار القاز قاز هسا الناس لازم يسره يجلز يوم مية ثلاثة لو يحصل قاز لو ما يحصل هاي وحدة اه اثنين نرجع الحيوانات تربية الحيوانات وتعرف فلاح معيشته الزراعة وتربية الحيوانات الحيوانات العلف غيرا ما يتمكن الفلاح يشتري العناف غالية زيان الحيوانات امراض بيها ترجع للعلف ترجع للامراض ونعاني من كل الجهات نعاني معانات والحمد لله اي دعم ماكو قبل كان ينطوننا علف انقدم هي قبل لها اكثر كانوا ينطوننا عن قطع العلف نهائيا ما ينطون والله الزراعة هل ما لده تعتمد على نفسك الدولة ما تدعمك نهائيا ضمان نضمن نضمن قيعان ونعتمد على نفسنا خسارة نعم نعم خسرنا زرعنا طماطة وخسرنا وزرعنا خسار نرجع للحيوانات نبعمل للحيوانات ونسدد والله المواشي هسا كل علف يعني هسا حليب قانجت العام بين يوم ويوم يبيع خمسة عشرين جيريكان اربع وعشرين هسا خمس جيريكانات ما اقدر ابيع ليش علف ماكو العلف هسا بستمائة الف هسا طن النقالة هسا علف ما جاي نعلف حليب ماكو عندك رباط ما مقدر ارباط لان يريد علف هاي كل خسارة الحلال كل خسارة سحنا جانينا بس والله كل خسارة يعني هربطت جبت ستة وثلاثين حوالي علاج ماكو والله اربع وعشرين وواحد فطس بسبب لا لا طلعت جتنا بيطرة وعالجت ابد يعني اسال بيطرة ما الخانقين لحد الان ما واصلتنا من العام لحد الان ولا احد واصلنا علاج كله تجاري جاي نشتري والله نجب ستة وثلاثين واحد اربع وعشرين واحد فالسان بغا نبس اثنى عاش هاي ليش شنو سببها سببها ماكو محض ما جاينا يعني لو تجري تشتري لحسابك علاج وما محض ما يجيك والعلاف القال وهاي والله درجينها والله كريم زراعة كل ضمان هنايا هسان حق المال اراد الحق المقدر ابني ما جاي لحق هسان هذا الحلال كل حطة بحق الواحد يعني المساحة مالتا اشي اقول لك ما تطلع بالمئة وعشرين متر كل مربع يلا يطلع هذا كل مخليه بحق الواحد الآن سمحتاج حق المقدر أسوي يلا جاي لحق علف وهاي مشيينها والله كريم والله أول شيء أريد قاعسه وحقل بها بعد يعني هاي بس أريد حقل إن شاء الله وأريد على فلاقه أما أريد إن شاء الله أريد إن شاء الله كريم مادة للزراعة ماكو مادة غالية بالنسبة نجي للمبيدات غالية للكيميائي غالي جاء نجيبها بسوق سوداء من كلار أما من خانقين يمنعوننا نجي للسيطرة لو تشيس واحد يقول لك ممنوع ما يخلونا العابرة مثل الطماطئ الاخيار الشجار البيض انجان لا والله الحمد لله نزرع وهسا زراعتنا مو مثل قبل هسا جاي نزرع لنا خمس سدوانم وهم ما يفكن ليش ما يفكن يصير الحاصل يجينا الدعم الخارجي الدعم الخارجي ما الطماطئ المخضر كذا يهبط السوق علينا واحنا نخسر وفلحو تعرف هاي شغلة والله قبل نصدر بغداد بعقوبة ديالا نقول هسا حاليا العاماني صدرت الكلار لأن منك ما يمشي الحاصل مالنا عبد ما يمشي قطعيا ما يمشي معمل معجون بعقوبة سدوان كانت معامل موجودة إذا الحاصل مانبع بالعلوة بالسوق قبل نود السيارة للمعمال هيا يقابلونا كلها وينطوناك وصلوا بياه وتاخد مالاتك وتمشي هاي سنلوذ تفتر الدنيا نكووم بالقع ونجي هاي ودي هاي شغلة ونعاني من هاي المعانات ونعاني الدرجة الأولى من الكيمياء ومن السيطارات هاي اللي نريدها منعدكم كيمياء وبسوق سودان نشتري من السيطارات يمنعونا علينا جاي يعني لو أجيب لي تشيس واحد هو بالسيطار يقولك ممنوع لا تود هاي المعانات مالتنا وبفلوسي نعم بفلوسي لابقوا ما أقولك دعم الدولة لا ولا دعم دولة ماكو نحتاج أول شي من الدولة البذور هاي البذور ماكو ناخذها بسوق سوداء البذور مثل الحنطة الشعير قبل يدعمونا بذور مال قطين ما قطين الفستق كل شي احنا كل هذا صفر راح هاي بس نحتاج الولد كيميائياتي خلونا بصورة صحيح نجيبين هاي مارد منهم كل شي بعلا كيميائيات نجيبين تحمل لك خمس ستة جاسة يقصك بخمسة وعشرين ثلاثين مئة ألف يلا تعبرهن وبالبوقعهم نصرر سنين ونجيبينها هاي المعانات مالتنا دعم ماكو للفلاح واحنا ناس فلحوا عايشين على هاي الزراعة اذا الفلاح ما يزرع براحة يشتسون موتوا من اجواء وصير عندنا بطالة وصير مشاكل وصير تحارف هاي ارض تريد يعني اذا اذا ما تنطيها مادة ما تصير اريد دعم من الدولة اذا اكو دعم بسم الله الرحمن الرحيم احنا نرحب بالقناة هي الرافدة فاحنا نحكي معاناتنا اللي مرنا بها الظروف اللي مرور الزمن اللي مر بها تأذينا بخصوصه من الالفين وثلاثة وليا جاي التأذينا اما تجينا الفلاحة اللي جنا قبل نفلحها ومسمرين بها السبعينات الثمانينات مرنا بظرف جيد الفلاح كان الدولة تدعمه الان ماكو دعم الان دعم اي دعم ماكو للفلاح فاحنا الظروف اللي مرنا عليها السنون السنين المضت علينا هي كان مرت علينا جفاف اولا خسرنا ابار جينا انا سنة دمرت الابار مالتنا دولة ما عوضتنا السنين جتنا جفاف زرعنا للنص ومات خسرنا كل واحد خمسين طن واربعين طن زارع اللي مرنا بها الظروف اثنين هالسا عنا بالنسبة عدنا اي دعم ما عدنا لا كيمياوي لا اسمدة لا ادوية لا مرشات لا مكاين كراب لا ادني يعني هاي الظروف كلها احنا ما مرت علينا بالنسبة هالسا عدنا زارعين زارع حنطة وشعير خير من الله بالنسبة انا هالسا عشيلك زارع مثل اربعين طن حنطة عندي طماطة مغطاسة زارع حسا بالنسبة دولة ما تدعمني عليها اشترات الكيمياوي بالاقصاد مليون وربع طن الناعم مليون وربع انا ما اخذا من التجار اسواق سوداء سموها اما الدولة ما دعمتنا بايشي اما داب مليون ونص انا ما اخذه للزرع بالنسبة الزرع اللي موجود عندنا هسا اللي صيفي هسا راح نزرع حايرين شون نجيب له كيمياوي هسا البارح عندنا حنطة تريت كيمياوي ناعم زين احنا بهالظروف ما عندنا امكانية شو نسوي بهالحالة فنطلب من الدولة الساعدنا باسمدة بعدوية كيمياوي بالنسبة للغاز ماكو يعني باشا نمر اهبار كلها عندنا زرع اكثر التقطير التقطير والمرشات احنا منين نجيب غاز اذا ماكو غاز ان نطلب من الدولة انه تدعمنا بهالشي هذا فهي الظروف كلها احنا مرت علينا ازمات خسرنا خسارة كبيرة سنين مضت فاحنا نشكر واهلا وسهلا بيكم ونطلب من الدولة انه ساعدنا بهذا اصدره للتجار لان انا ما عندي امكاني اصدره السايلوات اصدره للتجار التجار تشتري من عندي والتجارة بدور اصدره للسايلوات هالشكل اما يعني انا لو عندي شسمة امكانية واصدره للدولة يعني اعتياد اسهل احسن الحنطة العام ثمانمائة دينار انا بايحة اربعمائة وخمسمائة وستمائة دينار بايحة خسارة عاليا نجاح اما تجينا على الثروة الحيوانية بالنسبة عندنا حلال انا من الناس الشهود هينا موجودين هنا تقريبا ممثل مع القرية او احد وجوه المنطقة يعني عندي اربع عشرين هاشة كلها مات يعني جبت ديكاترة يعني شنو المرض بايحة ما عرفوا لان ايش ماكو مكافحة للحيوان الثروة الحيوانية مالتنا تدمرت بشكل عام ما عندنا اي دعم للثروة الحيوانية هاي بالنسبة بالنسبة عن اهيان هم الشهود موجودين اربع عشرين هاشة راحت لي دمر راحت بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لاستضافتنا قناة الرافدين تنقل معاناتنا معانات الفلح المتواجدين في منطقة قولاي قرية القلعة قاني بالنسبة ناس فلح احنا ونزرع طماطة نزرع المخضر نزرع الحنطة نزرع الشعير وعدنا حلال هم علاف ما علاف كلها هذي ماكو دعم للدولة من قبل الدولة ماعدنا دعم للدولة جاي نشتري بالنسبة الكيمياء جاي نشتري بسوق سوداء طن النعم جاي ناخذها بمليون وربوع بمليون واربعمية بمليون وربوع بمليون واربعمية واذا عن نقد بها السعر واذا فقد يروح بمليون وستمية فقد يعني يصبرنا على الكيمياء نجي للكيمياء نجيبه المرات بسوق سوداء من قبل السيطرات يحجزوننا لو محمد شيس واحد هو يقول لك هذا ممنوع دولة ادعمونا بالكيمياء والمادات نحن ليش نروح نجيب؟ دولة تجيبها للزراعة مع الخانقين توفرنا الكيمياء وتوفرنا الأسمدة نجي للعلف العلف آني جاي أخذ الشيس الانخالة حتى الحلال ما يأكلها حتى الحلال فطس منها جاي أخذها بعشرين ألف يعني هاي الدولة ما تقدر تدعمها الحلال هاي الثروة الحيوانية كل الشعب العراقي مستفاد منها هذا الحليب هذا الخاثر هذا الدهن هذا اللحم يعني أنواع الثروات مثل الحنطة والشعير التجار تيجي تاخذها الحنطة والشعير التاجر يجي أخذها احنا ما نقدر نوديه للسائلوات من توديه للسائلوات يريد صاك ورا فترة من الزمن يلا يطلع زيان أبو الكاروبة يريد من عندك تركتر يريد من عندك الحاصودة تريد من عندك أبو الوقاية يريد من عندك كلها يريد من عندك عادي يجي التاجر شي قولناه فلوس نقدي طبعا بها الحالة من يجينا التاجر إذا صدر ثمانمية للدولة احنا ينطلنا خمسمية فلوسه شي ما بعض شنو على مودة فلوس نقدر ونصدر نسدد بهن مالاتنا هاي الموجود عندنا الطماطة أنا أصدر الكلار لأننا جاء نوديها للديالة ما حد يشتريها ليش ما حد يشتريها من وراء المنتوج الخارجي يجينا مثل الطماطة الفواكه الغيرها وغيرها البطيخ قبل نصدر نودي للعلوة مع الديالة الطماطة نوديها نباعت نباعت ما نباعت على البقاقيل قبل شغل سيارتك نذهب للمعمل يقبنها بصورة صحيحة وينطيك وصل وينطيك فلوسه الله ومحمد وعلوياك احنا تشلنا قابل هيتش نشوف هاي سماكو هاي شهي ماكو قبل احنا اسجان وديهم امباعا امباعا ننقلها بفارقة وقوم تشفص علي تطلع روحك تيجي مجون حتى الزرع افنا اللي بيار والله هسا اللي بيار هذا القاز احنا ليش بيارنا العام صار جفاف عندنا زارعنا كلها راح المرد الريد دعم قاز الريد دعم حبوب خطة زراعية سوونا خطة زراعية سوونا بس خطة زراعية فارقة سووا خطة ونكشن يعني شينو خطة زراعية على مد ياخذ الحباب غير لا والله ما سونا خطة شي كلاوات يعني صارت هاي شاء الله استاذي العزيز احنا عشتنا لوع الزراعة لوع الثروة الحيوانية والاثنين هنست عبانات اولا دولة ما جاي تدعمنا بايشي لا بعلف كيمياوي ما تخلي يعبر ممنوع يعني لا الدولة تجي بنا تنطينا كيمياوي ولا السيطرات يسمحونا نعبره من الشمال هسا وانت شوف عينك هاي الزراعة شوف عينك هاذا الهسا تشوف الأرض الأرض منتهية الحلال منتهي واحنا عايشين على الله والحلال والزراعة هاي من احنا جهال لأحد ما صرنا هسا زينا بشي هاي عيشتنا لا عندنا غير عيشة ولا عبد زين وانتروح تطي واجك هسا يلا شي تسوي لا تخلونا تروح تشتغل غير شغلة سايغ ما نقدر بعد نشتغل سواء لوريات ولا ولا حتى بالسيطرة تسمحونا باللورات نمشي هسا كلها ممنوع على الله والزراعة والحيوانات الريد من الدولة هسا تدعمنا للحيوان تسوي نقاط جبلنا أكل الله كيمياوي تسمحنا نعبره شوية تخفضنا السعر الكيمياوي استاذ العزي سعر الكيمياوي تشيس الواحد بمية يعني العشرين تشيس مليونيا زين مليونيا مال الكيمياوي وهذا الوضعية الطن مال الحنطة اقول مال الشعير الحلال بمليون دينار يكلفني مليون دينار التبن هذا التبن التبن عربانه باربعمائة تلف دينار ما نقدر حجي يعني مفد نوب تعبالين جماعة الثرر الحيوانية والزراعة يالله اقول لي وهذا انت بعينك صور وشوف شوف القاحك هاتش قداما مال حلو ومال حلقا هذا جاتش النزار عينه ولا كيمياوي ولا ماي ولا كل شي ماكو حاسكو نريد نعبر تشيز كيمياوي من الشمال لا الدولة تنطينا ولا يخلونا نعبر الله وكيلكم محمد كفلي وقاعدين وساكتين والشعير والحنطة الانخالة من الدولة تجينا من الدولة الانخالة ب 600.700 والانخالة ما بمعنى الحلال هذا ان شاء الله طماطية ما نقدر نزراع بالصيف ماكو مي ولا ينطونا خطة هسا الدولة انه تزراع حنطة ماين خلوناك اذا تسمع الدولة انت زارع حنطة تسجنك هسا الدولة اذا تسمعك زارع حنطة تسجنك حتى البلها اللي اتعري قالوا ما منوع تزراع ومنوع تسجي ما انه ما ننطي القطة ما لسكي السبب بيقول ماي ماكو ما عدنا مياه ابد ولا تسمعك الدولة التزقي في الزراع وقاحدين وساكتين هسا بس اريد ملعودهم يدعمون بزراعة بشي مايصير هسا لو لو حتى يسمحونا انه ما انطينا جيب لي علف الحلال ادوية حتى الدولة ما طلعت صارت لس سنتين ما طلعت لقى حتى الحلال كل انضرب حمقلاعية السنة من وراء الاسم ما طلعت علي ولا على جتة وهسا جدا ماكشف الكلاه الحلال كل انضرب حمقلاعية الدولة ما طلعت على جتة ما اعرف شين السبب يردون ينهون الزراعة والثروة الحيوانية ما اعرف عني شينها الدولة شنو يعني هدفها ما احد يعرف لا ينطونك خطط زراعة حمطة معايني ولا يسمحوا لك عبر لك كيمياوي ولا نزل لك العلف ولا كل شي مسوين ولا دعم للفلاح واحنا ساثنين عايشة على اثنين ترى ع الثروة الحيوانية وع الزراعة ما عندنا غير شغلة واثنين الناهين هنا اكثريتها والله كلها هاي القرى هيش نفس الشي كلها عايشة على الزراعة وع الثروة الحيوانية وكلها تروح عسى نفس الوضعية هاي مالتنا تشيز كيمياوي ما يسمحوا لك عبرونا ولا ينطونك خطة ما لزراعة حمطة ولا ينطونك بيوز جاجية يقولك يا ابا ازرع مثلا طماطمة طماطمة ما ينطونك وباقينا على الوضعية ماكوا اي بير طلع الدولة حفرت الناه اي بير ماكوا بس المنظمة حفرت القرية واحد وهذا وانتهى الزراعة ماكوا دولة لي حد المحافرة هو بير واحد للعالم وطلع انت هاي الكاميرتك موجودة وصور طلعها قبل مو كاني عور يجي في يضي يكسر منهم من السعادية يجيب يشيب سيدنا منها ان يروحون الشيابين جمحون شبع شريك يشيب سيدنا بالجوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر